لسه من مبارح ولا اول مبارح الولاد بتوع الاخوان والمواقف والناس اللي برا دول يقول لك اما الفلوس رأس الحكمة راحت فيه ويبدأ بقى غمزا ولمزا وهمزا هو الفلوس راحت فيه متى رأس الحكمة هي الفلوس ليه ما ظهريتش في البنك المركزي اهو اهو والله جدع سروط اهو اهو اين الموقف المصري اين زهبت اموال رأس الحكمة ارقام المركزي تجيب بول راحت فين هي فين راحت انا بقول للموقف المصري معرفش دول يعني الموقف المصري ده بيدار من بلطانيا اعتقد من هولندا بيقول لي سروط عموما انا بقول انه مصر اهو اهو بيدار من هولندا قدام حضراتكم اهو 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 شايفين بيدار من اين الموقف المصري من هولندا من الزرلاند اهو اللي جماعة اللي عاعدين الموقف المصري اللي عاعدين في هولندا دول مالهم ومالنا يعني عموما يعني بس انا بقول لك الامر كامل عش تاخد الصورة كاملة الناس الالسنة الطويلة بقى فلوس راسل حكم راعد فين والفلوس بتاع القروض اللي انتو خدتوها والسيسي والحكومة ومين هو الناس دي مش معانا لا مش معانا هو الناس دي عايزيننا خير لا طبعش عايزنا خير انا بقول باختصار شديد يا مصريين الفلوس اللي واحد اقول لك ده تضاعف القروض تضاعف القروض علشان خطر انا بابني بلد ومش كلام انشى يعني احنا المشروعات اللي 12 الف كيلو طرق ومبلاش المشروعات الانتاجية اللي اتعاملت اللي خلتني يعني احمي مقدرات صناعتي صناعة العقارات وغيره مصنع الاسمانت اللي اتبنت حديد وصول باللي اتبنت المجمعات الصناعية اللي اتبنت المشروعات الانتاجية اللي اتعملت عندي خنات سويس عندي انفاء خنات سويس عندي تعمير سينة عندي حياة كريمة عندي 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 مش عايز يعني افتح لكن بقول المشروعات ده كلها البنية التحتية اللي اتغارت في مصر ببلاش هو انا بمون وبمون البنية التحتية منين عشان اعمل كل اللي عملته وكمان خلصت ويببدأ فيه الهبوط وببدأ فيه الانخفاض قيمة المدينية اللي الحمد لله يا رب ربنا استطرها معنا وسطرنا ربنا هو اللي استطرنا بقول تاني ان احنا خلال الفترة الماضية ما ادي مؤشرات البنك المركزي اعلانها النهاردة وهنقشها بالتفصيل مع الخبراء باذن الله اللي هيشرفونا النهاردة طبعا رويترز قالت النهاردة تعليقا على ما نشر لان المعلومات اللي بقولها دي 12 اللي هو البنك المركزي والمصادر رفيعة المستوى في البنك المركزي اللي بشرنا بالكلام اللي قلته لكم فهلعام استعلامات ناشرت وقالت ان الديون المصرية لمصر انخفرت 14 مليار دولار في الاشهر الخمسة المؤولة من العام حتى نهاية مايو ايار وهو اكبر انخفاض في تاريخ البلاد ده مين اللي قال هذا الكلام ده رويترز هتجيب يا رأي سروة رويترز هاتها يا ابني هاتها حبيبي المركز زي مايو تقول رويترز قال في بيان انه الدين الخارجي لمصر كان 154 وصل لـ 154 بعد ما كان 168 كلام اللي انا شرحته الوقتي من اللي بينقله رويترز لكن رويترز كمان يعني مش هتفوت يعني ما هو انت برضو بتعرف عدوك من حبيبك يا جماعة ما هو مش هيطلق لك الخبر لك مصر احسن انقفاض في تاريخها وعملت عظمة على عظمة يا مصر مش هيقول كده هيجي في الاخر يحط لك حتة كده حتة كده على برضو على ما قسم يعني وزارة ديون مصر اربعة امثال على مدى 9 سنوات للمساعدة في تمويل بناء العاصمة جديدة خد بالك وتشهيد بنية تحتية وشراء اسلحة ودعم الجنة لمصر ده مين اللي بيقول رويترز انا بقول رويترز من اين جئتم بهذه الفصاحة على رأي نجاة من اين جئت بهذه الفصاحة من اين جئت بهذه الفصاحة كلها بقول لي مين لرويترز هلك ده اربع مرات ديون عشان يبني العاصمة الجديدة ويشايد بنية تحتية ويشتري سلاح ويدعم الجنة بقول لي رويترز انتم مخطئون انتم عبارة عن يعني ابواق بتتكلم دون علم بقول تاني ما عرفش انت جبت هذا الكلام من اين العاصمة الجديدة وانا بأؤكد هذا الكلام على جميع المصادر الرسمية واللي انا عرفها ان العاصمة الجديدة لم يتم تمويلها من اي ديون اجنبي قولا واحدا ما فيش فلوس قال لك ده تكلفة العاصمة الجديدة ستين مليار دولار واربعين مليار دولار يا سيدة ميت مليار دولار لكنه ده تقييم قيمة الاصول الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة لكنها لم يكن هناك دولار واحد من الديون أو القروض الأجنبية للعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة قصة تاني خالص اتنين دعم الجنيه المصري يعني فين المعلومة اللي رويترز استندت إليها عشان تقول لنا خدت القروض عشان ندعم الجنيه مين قال هذا الكلام؟ مين قال هذا الكلام؟ عموما يعني أنا بس بقول إنه الأخبار الحلوة والأخبار الكويسة بيقولوها بيضطروا لها صحيح بس لازم يحط لك حاجة في النص كده يعطلك يقول لك آه دي الفلوس اللي زادت مصر أربع مرات خلال التسع سنين عشان بتعمل عاصمة وتعمل تشييد بنية عطية ويشتري سلاح ويدعم الجين المصري أنا بس أل بقول لرويترز هاتوا ما لديكم من معلومات موثاقة إن كنتم صادقين وأنا ظني ويقيني أنكم تقولون دون أن يكون لديكم دليل في كل الأحوال يعني أنا بنقل بس لحضراتكم ما يقيل في هذا الإطار أيضا